روان بن حسين تتعرض للضرب من شاب ضربها في مناطق حساسة وفيديو مسرب يظهر إلى العلن أطلت الفنانة الكويتية روان بن حسين على متابعيها من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الخاص ظهرت فيه مرتدية ملابس رياضية من داخل الجيم أثناء ممارستها التمرين واستعرضت روان رشاقتها وقدرتها على التحمل من خلال تمرين خاص حيث تشد عضلات معدتها ويقوم المدرب بتنفيذ ضربات عليها وعلى صعيد آخر فقد تعرضت الفنانة الكويتية روان بن حسين إلى نوع من الحساسية المفاجئة دون أن تعرف السبب الرئيسي لذلك وشاركت روان مع متابعيها عبر حسابها على سناب شات مقاطع فيديو كشفت من خلالها ما نتج عن إصابتها بالحساسية إذ ظهرت بقع حمراء غطت جزءاً كبيراً من يديها وقدميها إلى جانب منطقة الرقبة والصدر وأجزاء من الوجه وأثناء سيرها في الشارع بحثاً عن سيارة أجرى توصلها إلى أقرب مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت قام أحد الشبان بعرض المساعدة عليها وإيصالها بدراجته النارية إلى المستشفى ونشرت روان مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي تجلس وراء سائق الدراجة فيما تقول ما في أطيب من الشعب اللبناني ملئي التاكسي أخذني بالموتو وأوضحت روان أن السائق كان أحد المرة في الشارع إلا أنه حين قابلها وراء حالتها عرض عليها المساعدة حتى قبل أن يدرك أنها شخصية مشهورة ولفتت روان إلى أنه انتظرها في الخارج إلى حين انتهائها من تلقي العلاج لكنها شكرته وأخبرته أن سائقها الخاص ينتظرها خارجا وطمعنت روان متابعيها على صحاتها وذلك بعد أخذها لإبرة كورتزون من أجل الحساسية وعلقت أنا بخير يا عمري أنتو أعطوني إبرة كورتزون وراحة الحساسي الحمد لله وكان قد تصدر في وقت سابق مقطع فيديو لها وهي تشكو من مرضها النادر لتنهار بعدها بالبكاء وفي التفاصيل دخلت روان بن حسين في نوبة بكاء أثناء حديثها عن معاناتها مع الأطباء من أجل التوصل إلى تشخيص صحيح لحالتها مشيرة إلى أنها مصابة بمرض جلدي نادر ونشرت روان بن حسين فيديو عبر حسابها الشخصي تحدثت فيه عن رحلتها لتشخيص مرضها الذي اكتشفت أنه ليس ارتكاريا كما اعتقدت في البداية لأنها مستمرة معها منذ أكثر من شهر ولفتت روان بن حسين إلى معاناتها مع كثرة الاختبارات التي تخضع لها وتجربة كافة العلاجات والأدوية إلا أنها لم تجد نفعا في حالتها تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتنصلكم أخبار الفنانين